في سلسلة زهور الدم دخلنا الآن في عملية بناءة بين ديكان وبران الضربات التي تلقاها الثنائي الأراضي التي سيعطونها جنبا إلى جنب معا ينقلونها من أنا أنت إلى درجة أن تصبح نحن على الرغم من أن هذه المواقف الصعبة التي يواجهها ديلان وبران يبدو أنها تدفع الثنائية بعيدا عن بعضهم البعض إلا أنهما يلعبان دورا موحدا منذ البداية وبران وديلان تجد الحقيقة في أخطائهم والمضي قدما في هذه العمليات من ذوي الخبرة لم يجعل بران والد ديلان يضربه وكان منزعجا من أن ديلان يعتقد ذلك ذهب بران أمام ديلان وطلب منه إطلاق النار على نفسه ووضع حد لهذا الحادث من ناحية أخرى فكر ديلان في كيفية وقوعه في هذا الموقف السخيف واستعاد نفسه كان يعتقد أنه كان من الصعب جدا على بران وقرر اتخاذ خطوة عليه قال ديلان إنه في هذا القصر الكبير تتكون حياته فقط من هذه الغرفة الصغيرة ووضع بران في حياته كما أخذ ديلان بران في حياته الصغيرة بينما تم محو غيرة بران وقلقه بشأن ديلان أدرك ديلان أنه يثق في بران ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم عانت عائلات كارابي وديمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى إسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيك ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما في زهور الدم تبكي عينان ديلان نواثير معا يحققون ذلك في كل مرة ماذا يعني أن والده تعرض للضرب كم عدد الأماكن التي ستصاب ديلان ديلان يسأل عن حساب يطلب ديلان من الجميع من أزاده إلى بران حساب والده يتحد أولئك الذين ضربوا والده بالقول هل هدأت ديلان سيجعل بران يشكك في ضميره تدريجيا سيأتي بران وعائلته في طريقهم ولكن ما هو داخل ديلان سيبقى كجرح من ناحية أخرى يبدو أن بران لديه الكثير من المعارك للقتال مع ديلان أمامه لأن ديلان يجعله يتساءل باستمرار عن الأشياء يعيش بران بالفعل في كل ما يعيشه ولا يشاركه مع أي شخص ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم عانت عائلات كارابي وديمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى اسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيك ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما يذهب ديلان لرؤية والده ويعتذر كما يطلب المغفرة منها مرة واحدة يجادل بأنه سيكون من الأفضل للعائلتين لابتعاد عن بعضهم البعض الآن يقول إن بناته قد ماتوا والآن سيواصل حياته مثل ديلان كارابي نأمل أنه بينما يواصل ديلان حياته كديلان كارابي يختار كارابي التحدث إلى عائلته باللغة التي يفهمونها لا يستطيع حسن إبقاء فمه مغلقا مرة أخرى وهو يفرفر بشيء بجوار الكدريت بران من فضلك أنظ أن عمك هو ما يصل إلى شيء الآن ويبدو أن أنفاسي ستأخذ أنفاسي في مستشفى للأمراض العقلية إنه مجنون بعلي وينوي قتل الجميع في زهور الدم لا تتوقف العاصفة والفوضى المواجهة الكديرة عند الباب سيت كارابي لرتواجه قبالة يتم رسم البنادق من فضلك لم يكن لديك رغبة حرق في هذه القصة نحن نواجه حلقة أخرى مثيرة في زهور الدم جاء سيت لإحداث فوضى آزاد التي تتنفس بالفعل من خلال أنفها لن تكون قادرة على تحمل هذا الموقف في لحظة استفى جميع الدرك عند الباب مع البنادق في أيديهم بران وديلان عالقان مرة أخرى بينما يحدث كل هذا يبدو أن القوة ستبدأ في الرد فقط قدريت يرمي نفسه من كرسي متحرك يمكن أن يوقف هذه الفوضى يعطي بران تعليمات بإخماد الأسلحة لحماية عائلته يرمي نفسه إلى الأمام لحماية عائلته يطلب ديلان من بران أن يتوسل إليه لا يحل هذه المشكلة بهذه الطريقة بالطبع لن يطلق بران النار على سيت نعتقد أنه سيطلق النار على سيت بكلمات بران في نهاية الحلقة قد تكون هناك مفاجأة من كدريت ديلان الذي أخذت أحلامه وآماله من ناحية وبران الذي اضطر إلى الزواج لإنهاء الخلاف وإنقاذ شقيقه من هذه الدورة من ناحية أخرى سيكون أمام الجمهور بزهور الدم عانت عائلات كارابي وبيمير من العديد من الخسائر بسبب الخلاف المستمر منذ سنوات بينما تنجرف هاتان العائلتان من ماردين إلى إسطنبول فإن الأخبار التي ينتظرونها منذ سنوات تأتي إلى قصر كارابي تم العثور على دمائهم سيت لكن بران لا يريد إراقة الدماء ويختار طريق الزواج مع ابنة سيت ديلان على الرغم من شيوخ الأسرة لوقفه من ناحية أخرى يضع ديلان أحلامه جانبا ويوافق على هذا الزواج حتى لا يموت المزيد من الناس لكن هذا الزواج يكاد يكون سجنا لكليهما زهور الدم انتهى فيديو معلوماتنا هنا لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات